أولاً يقول نريد التغيير بالطرق السلمية طيب ما صار الطرق سلمية وصعدوا نواب البعض منهم يعني كان من أحد مخرجها التشرين ماذا فعلوا؟ ما كانت سلمية من الطرف اللي قمعهم بس هما صعدوا الآن برلمان هما كانوا سلميين لكن ما كانت سلمية من الطرف اللي واجه ما هات عندي مش مسأل الآن بالبرلمان صعدوا مجموعة من الأشخاص محسومين على تشرين ماذا قدموا؟ ما يميزهم عن الآخرين برلمان عادي لا أكثر هؤلاء تسلقوا تسلقوا على تضحيات تشرين أخي العزيز تسلقوا إن كان امتداد وغيرها تسلقوا نعم وإحنا قلناها من البداية لامتداد إن فشلتم فسنكون أشد عليكم من الأحزاب التقليدية الحالية إن فشلتم بمعنى هم جزء من تشرين هم كانوا جزء من قائل تشرين إحنا عدراً إحنا ما جاء يتكلم على إشكال لكن وصفهم بالمتسلقين ولهذا يفترض وعلى كل إحترام كلام دقيق هناك يفترض على تشرين أن تتوفر لديها خارط الطريق من خلال هذه الخارطات تبعد شيء اسمه متسلق المتسلقوا كيف يجي متسلق إحنا كنا متبنين المقاطعة كنا متبنين المقاطعة في الحراك الشعبي أي بمعنى سيد العزيز هناك أكثر من رؤية وأكثر من رأس في تشرين والدليل هناك مثلاً أنا مثلاً أحد الشخصية تسمى فايخ شيخ علي يقول لك لا تطلع مظاهرات أقول بعضي لك أطلع مظاهرات فعدم وجود رؤية مشتركة هي أحد إشكالية تشرين طبعاً رؤية المشتركة من تجينة رؤية المشتركة تأتي من خلال خارط الطريق لهذا دمعن نقول أنه يجب أن يكون المنهج قبل القادة المنهج عندما نقوله هناك ثلاثية التغيير منهج ثم قادة القادة من يستخرج يستخرج من المنهج ولو كان هناك منهج أخير الطريق لتشرين لما كان من البسطة المتسلقون أن يصعدوا على تشرين زيب أنا درجع للسادة همام بثيمة صغيرة سادة همام سؤال صغير وأريد إجابته يعني مثل إجاباتك الحلوة المختصرة أنتو اليوم حراك اجتماعي لو حراك سياسي أنتو تتغيرون بالمجتمع العراقي لو تريدون سلطة أنت شلون تغير إذا ما تكون بالسلطة حقيقة أحنا عدنا شقين الآن شق ثوري احتجاجي وشق سياسي جميل أحنا مطالبنا واضحة إذا ردنا ندخل بالعمل السياسي وفق شروطنا يعني ما من المعقول أن نذهب الانتخابات والسلاح الميليشيات هو مسيطر عليها مفوضية الانتخابات تفصل على مقاسهم قانون الأحزاب يفصل على مقاسهم نذهب الانتخابات لكن بشرطها وشروطها تفعيل قانون الأحزاب حصر السلاح بيد الدولة كتابة إجراء تعديلات دستورية التأسيس مفوضية جديدة وأن لا تفصل على مقاسهم وكررها أن لا تفصل على مقاسهم أن نكون مشاركين في طرح برنامج لإعداد انتخابات جديدة يعني أستاذ أنس أسأل السؤال أستاذ همام السؤال جدا خطر وحساس هل هو حراك مجتمعي أو حراك سياسي تشرين نجحت أن تكون حراك مجتمعي وأتمنى أن يركزوا على هذه المسألة الحراك المجتمعي يختلف عن حراك السياسي الحراك المجتمعي اللي يتكلم به الأخ الكريم اليوم بدرت المواطنة رجعت للعراقي من خلال حراك التشرين الأمانة هذه نقطة حسابي لحراك التشرين زي أنه المواطنة أما الحراك السياسي بلعبة أخرى بنظام آخر بوضع آخر من ضمننا ذكرت كيف التعامل مثلا اليوم عندك مشكلة الذكر الآن منضوع الانتخابات وإلى آخر والسلاح المنفذة هذا حراك سياسي هناك حراك مجتمعي اليوم تشرين إذا تتبنى الحراك المجتمعي وتحديدا بذرة المواطنة هذه أول نقطة أنت تضرب بها الأحزاب الطائفي لأن أحزاب الطائفيين قوتها بالمنهج الطائفي وليس بالمنهج الوطني